اشتركوا في القناة في الوقت الذي تبقى مؤشرات القمع وكبت الحريات العامة في البلاد عالية المستوى حيث تتصاعد الألقام التي تعبر عن واقع مترد في ميدان العمل الصحفي بشهادة منظمات حقوقية سبق لها أن صنفت العراق ضمن أكثر البلدان خطورة على العمل الصحفي وإذا كانت المراصد الصحفية ومؤشرات تقييم الحريات قد وثقت ما يزيد عن خمسمائة صحفي قتلوا أو فقدوا في غضون السنوات الماضية في العراق فإن الواقع المشاهد والأحداث الميدانية والشهادات التي تتوالى حينما يدل بها صحفيون وناشطون تكشف عن جرائم ممنهجة ترتكب بحق الصحفيين في العراق ولا سيما أولئك الذين يبدون مناهضة للنظام السياسي القائم في بغداد أو الذين يكشفون فساد العملية السياسية وتداعياتها على حياة العراقيين يطيب لنا في هذه الندوة أن نستضيف كل من الصحفي المرحب به الأستاذ أديب العاني الذي سوف يحدثنا عن تجربة في ميدان العمل الصحفي على مدى ثلاثين عاما وأيضا نرحب بضيفنا الأستاذ الصحفي حيدر العلي الذي يسلط الضوء على مسؤولية ودور الدولة في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم لأداء مهماتهم نجدد التحية للجميع ونفسح المجال الآن لضيفين الكريمين بدءا مع الأستاذ أديب العاني فليتفضل مشكورا في بداية أقول يحتفي الصحفي العراقي اليوم بالعالم للحرية الصحافة وسط معاناة كبيرة بسبب الملاحقات والتهديدات والانتهاكات المتواصلة التي تقيد الحريات بالإضافة إلى غياب الدعم لهم الجمعية العامة الأمم المتحدة أعلنت عام ثلاثة وتسعين اعتبار الثالث من آيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة ليكون فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييمها في كل أنحاء العالم والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها والإشادة بالصحفين الذين فقدوا أرواحهم أثناء إداء واجبهم وعن أبرز المعاوضات العمل الصحفي في العراق خاصة أن الصحف العراقي يواجه جملة تحديات منذ عام 2003 وحتى هذا الوقت وصلت هذه التحديات إلى مراحل صعبة للغاية وصلت إلى التصفية الجسدية لقد فقد العراق ما يزيد على خمسمائة صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية عاد عن ذلك تهديدات التنظيمات المتطرفة وتحولت الأمور لاحقا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب إلى إضافة إلى انتهاكات أخرى التي تطال الصحفين من مصادرة المعدات والمنع من التقطيع وتحطيم معداتهم كالكاميرات ومصادرة أشرطة الفيديو والتمييز بين مؤسسة وأخرى والابتعاد عن العمل بطريقة عسفية والتأخر عن دفع الرواتب والامتناع عن تزديد مستحقاتهم المالية والتمييز بين الموظفين والتنمر عليهم وتهميش دور المرأة الصحفية وتعرضها للمضايقات داخل بعض المؤسسات الصحفية أن سبب استمرار تصاعد الانتهاكات ورغم مرور عقدين على التغيير يعود إلى شكل النظام السياسي غير الواضح بتعدد قوى النفوذ فالعراق بلد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل بعد وتتحكم الدولة ومؤسساتها كما يجب أن تتحكم بمجريات الأمور لأن هناك بالفعل المزيد من الانتهاكات التي تحصل من جهات نافذة متعددة تستعل على القانون والدستور وهذه مشكلة معقدة في الواقع لم يجد لها حل لحد الآن أن أسرار البعض على ممارسة سياسة التنكيل والضغط جعلت من الصعب على الصحفي أن يتفائل كثيرا وصار عليه أن يمارس عمله في ظروف يعرف أنها معقدة واللافت إلى أن هذه الظروف أثرت سلبا وحدت من إمكانية الوصول إلى نتاج متميز لكنها كانت حافزا في بعض الأحيان للعديد من الصحفين على الإبداع وعدم التفريط بالفرص القليلة بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ولا تبشر بأمور جيدة كما أن الصحفيون تعرضون أيضا لتهديد غير معلن من مالكي وسائل الإعلام لموظفهم بعدم التعرض لشخصيات سياسية في البلد تربطهم بهم علاقات عمل أو قرابة ويزيد الخطر على الصحفي في حال استخدام صاحب الوسيلة الإعلامية الصحفي لضرب جهات أخرى بهدف ابتزازها ماليا وبالتالي ينسحب الخطر كله على الصحفي ناقل المعلومة إضافة إلى أن الصحفي العراقي يتم تهديده أو خطفه لترهيبه من قبل جهات مسلحة ترتبط بأخرى سياسية فإن ارتدع وسكت يترك لحاله وإلا فرصاصة واحدة كفيلة بإنهاء مسيرته الإعلامية وحياته إذلك فإن تكميم الأفواه والتضييق على الصحفي لا يقتصر على التهديد الكلامي بل يتعده إلى القتل وبلغت إلى أن العراقي يصنف وفق منظم المراسلون بلا حدود ثالث أخطر دولة في العمل الصحفي حيث لا يستطيع القانون أن يحمي العاملين في سلك الصحافة من مخاطر كثيرة تتمثل غالبية بعمليات القدر وحشي تصنف كرسائل لمن يحاول إيصال صوته للشارع العراقي ومن النادر ما تتم محاسبة قتلة الصحفين فهي تنسب لجهات مجهولة غالما وحتى لو تم القبض على الفاعل فتكتفي المحكمة بمحاسبته فقط هو فقط دون الجهة التي يتبع لها كما في قضية مقتل المحلل والخبير الأمني حشام الهاشمين واغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله في السنوات الأخيرة أصبح الوضع لا يطاق في العراق خصوصا مع انتشار المجامع المسلحة فتم إغلاق العديد من المكاتب والقنوات الفضائية المجرد تصريح بسيط وكذلك ملاحقة الصحفين والناشطين وكتاب الرأي وتم تهجير الكثير منهم ومن الصحفين العاملين في مكاتب القنوات الفضائية في العراق أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في القوانين وأنما في تفسيرها وهناك قوانين قديمة كفلت حرية التعبير منها المادة 38 من حرية الرأي والتعبير التي أقرت عام 2005 ولكنها لم تفعل حتى يومنا هذا وكان يجب على الحكومة في العراق تثقيف الجهات الأمنية والتنفيذية حتى القضاء وتوضح تور الصحفي بأنه مرآة وسلطان وينبغي أن يأخذ حريته في التعبير عما يجري في العراق وإيصال الحقيقة بصدق إلى عموم المجتمع وهنا نؤكد على أهمية الدعم للصحفي وأهم أشكال الدعم التي يحتاجها الصحفي هو الحماية وضمان حرية التعبير وقدرة الوصول إلى السياسيين وصناع القرار للحديث معهم وإيصال أفكارهم ومنجزاتهم إلى الشعب فالصحفي هو همزة الوصل بين الجماهير والقيادة أن البرلمان العراقي لم يشرع إلى حد الآن قانون حماية الصحفيين والذي يشكل دعامة كبيرة لهم لا سيمة ونحن نرى ما يتعرض له الصحفي في العراق والعاملين في هذا المجال في الغالب من اعتداءات وانتهاكات للحقوق والتعذيب أما بالنسبة لحجم الدعم الذي يتلقاه الصحفي في العراق هو دعم نسبي ويعتمد على واردات المؤسسة التي يعمل فيها ولكن بشكل عام فأن الدعم والامتيازات في العراق ضعيفا جدا مقارنة بالدعم الذي يتلقاه الصحفيين في دول الأخرى هذا وشكرا لكم على حصن الإصغاء شكرا جزيلا للأستاذ أديب العاني على الموجز الطيب الذي تفضل به والذي يكشف عن جوانب من حقيقة ما يجري للصحفيين في العراق وإذا كان المقام مناسبا فيطيب لنا أن نشيد بتجربة صحفية عاصرناها وعيشناها ولا سيما في العشرية الأولى من عمر الاحتلال مع جريدة البصائر العراقية التي كانت سباقة في توثيق الأحداث وكشفها حتى باتت مرجعا رشيفيا لكثير من وسائل الإعلام منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا في الجزء الثاني من هذه الندوة نترككم مع الأستاذ حيدر العلي الذي سوف يصلط الضوء على معلومات وقضايا تتعلق بدور المؤسسة الحكومية ودور الدول في توفير الحماية للصحفيين وعملهم ضمن محددات وشروط تضمن سلامتهم في أداء مهماتهم فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم حضور الكريم مرحبا بكم في هذه الندوة الحقيقة قبل لا أتحدث عن دور الدولة والدولة هنا وليس الحكومة ببرلمانها وحكومتها ومؤسساتها القانونية وغيرها في تشريع حماية للصحفيين والإعلاميين علينا أولا أن نركز على شيئين علينا أن نقنن من هم الصحفيون والإعلاميون الحقيقيون لأننا الآن في ظل فوضى في البلد وفي حتى كل البلدان العربية لربما اللي هي الفوضى صحافة السوشال ميديا وإعلام السوشال ميديا والصحافة الرسمية الرصينة المرئية والمسموعة والمقرؤة فاختلط الحابل بالنابل الكل اليوم يعتبر نفسه صحفي وإعلامي ولذلك أنت لا تستطيع أن توفر حماية لشيء لا حدود له عليك أولا أن تحدد إطار لهذا الشيء ثم تسعى لتوفير الحماية إلى فأخشى أن نكون قد وقعنا ضحية لجهات وأشخاص مبتزين يدعون الإعلام والصحافة ويرتدون ثوبهم زورا وبهتانا لتزاز الناس وممارسة بعض الأمور فهذه نقطة يجب أن نتفق عليها جميعا قبل أن نحدد ما هو دور الدولة في حماية الصحفيين والإعلاميين أيضا من بين القوانين والأمور التي طرق لها الأستاذ أديب العاني هي مسألة قانون حماية الصحفيين والإعلاميين هذا القانون المفوض يتفعل وفق المادة 38 من الدستور التي لم تفعل حتى الآن طبعا حسب معلومات البسيطة توجد قوانين عدة الآن أو يوجد قانون معمول من لحماية الصحفيين الآن ولكنه ليس بالقوة وقوة الإنفاذ والتطبيق التي تجعله يحمي الصحفي والإعلامي وحماية الصحفي والإعلامي ليست حماية من الجرائم الجنائية والملاحقات القضائية علينا أن نحمي الصحفي والإعلامي من العوز من الفقر من الرضوخ لمؤسسات كل ما يبحث عنه الصحفي والإعلامي هو تطبيق سياساتها وإرضائها في سبيل أن يقبض راتبه نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر عفوا علينا أن نوفر الحماية المالية وحماية الكرامة الشخصية إليه والأسرته وفي حال الاستشهاد في الواجب أو خارج الواجب المرض أنا أتساءل أين القوانين الآن الرياضيين لهم حقوق أنطوهم قانون الرواد وغيرها وين الصحفيين لا يوجد لدينا سوى منحة هزيلة استلمها بعض الأخوة قبل عام من الآن أو قبل عامين قدرها ستمائة ألف دينار والجميع شاهده طابورا طويلا لاستلام منحة ستمائة ألف دينار أين الحماية وأين الكرامة هذه نقطة مهمة علينا أن نركز عليها قبل لا نحكي على حماية الصحفي من القتل والتهديد أيضا عندنا نقطة مهمة لغياب محكمة النشر أو محكمة الصحافة والإعلام العراقية سادة منذ 2003 إلى اليوم لا توجد به محاكم تخصصية الآن أنا عندي مشكلة مع فلان أروح أشتكي عليها بالمحكمة يقف الصحفي والإعلامي حال حال أي مجرم حال حال أي سارق أمام القاضي طيب وين المحاكم التخصصية؟ لمجرد التعبير عن رأيها لمجرد التعبير عن رأيها مثل ما قال الأستاذ أو كشف قضية فساد إذن نحتاج إلى محكمة مختصة بهذا الأمر مثل ما نحتاج إلى محكمة رياضية أيضا الآن عندنا بالرياضة وإن أطلع شوي عن الموضوع بالرياضة الآن تلجأ بعض الأندية إلى محكمة كاس الدولية ليش لأن ما عندنا قضاء رياضي فعليه يجب أن نفعل هذه الفقرة المهمة اللي محكمة النشر أيضا عندنا مشكلة أخرى الآن دنعاني منها ودنشاهدها وحضراتكم كلكم أكيد من النخب ونخب النخب تعرفون قروبات الواتساب اللي بها السياسيين والصحفين والإعلامين الآن وصلت في بعض السياسة إذا أنا أكتب رأي منتقدا سين من الناس يأخذون سكرينشوت وأفاجأ ثانيهم على دعوة بالمحكمة وين حرية الرأي؟ وين حرية الرأي؟ يعني إحنا ما نريد نقطع هاي الشعرة بين سوء الخلق وسوء التصرف والتجاوز من بعض المحسوبين نزولا وبهتالا على الإعلام الرصين ونعرض المسؤول يعني المسؤول أو الشخص أي شخص كان عنده كرامة عنده عائلة عنده عشيرة عنده أحفاد عندنا أبناء نعم أنتقدك آني بس بشكل يحترم أهلك وعائلتك وعشيرتك لهيتي لهيتي يعني أنا من أنتقد بأدب أتحاكم وذاك من ينتقد بلا أدب أتحاكم؟ هذا بصراحة فوضى وعبث حكومي تتحمل البرلمان لأن البرلمان صارنا عشرين سنة أو نقول موت عشرين سنة صارنا 17 سنة من أول برلمان حقيقي ولد بالألفين وستة ما عدنا قوانين لحد الآن نعمل على قوانين سابقة لم يشرع البرلمان بسبب الصراع السياسي والتنازع على الحصص لم يشرع كل القوانين ولذلك أغلب القوانين الآن على النظام السابق فعليه وبعض قوانين النظام السابق إذا لم أغلبها لم تعد صالحة لزمننا الحالي لأن التطور صار يعني نحن في زمن النظام السابق لا يوجد شيء اسمه موبايل لا يوجد شيء اسمه واتساب لا يوجد شيء اسمه فيسبوك يعني لازم يصير أكو حركة وهذا دور الخيرين من السياسيين ليس دور رأسك إعلام أن يضغطون على البرلمانيين باعتبارهم هم الأقرب لهؤلاء أن يشرعون هاي القوانين علينا أن نحمي الصحفي والإعلامي من ظاهرة تكييف القوانين ضده أيضا الأستاذ أرجع على نقطة مهمة هي غياب الاحترام في الشارع مع الصحفي والإعلامي يعني أنت الآن تروح على أي شرطي أو أي جندي تقول له أنا الصحفي والإعلامي يقول لك روح شو يعني لاحق ما يصير يعني أنا صحفي والإعلامي والسلطرة روح تقول له والله أنا محمي من رئيس الوزراء يقول لك روح أنت ورئيس الوزراء هذه الفوضى يجب أن تنتهي إذا أردنا أن يعني نثقف باتجاه تفعيل حماية الصحفيين والإعلاميين أكتفي بهذا القدر وأعود بالكلمة إلى الأستاذ وهو يدير الجلسة شكرا لكم شكرا جزيلا للأستاذ حيدر العلي على ما قدم وعلى ما تفضل به فيما يتعلق بدور الدولة في توفير الحماية للصحفيين والآن نفتح باب المداخلات والأسئلة إن وجدت حقيقة الأمر يعني إحنا في العراق يعني الحالة خاصة جدا يعني لسنا بوضع يسمح أن نتحدث عن أمور أساسية باتت رفاهية في العراق لماذا نتحدث عن بلد شهده خلال عقدين مقتل أكثر من خمسمائة صحفي وعامل في مجال الإعلام أكثر من ثلاثين بالمئة من الصحفيين الذين قتلوا في العالم قتلوا في العراق فهذا يعني هذه الحقيقة تمنع أن نصل إلى مرحلة نطلب بها أمور أساسية هي باتت رفاهية ليش؟ لأنه إحنا لسنا بهذا المستوى حقيقة يعني المشكلة كبيرة هذه كان رحمة الله عليه شيخ حارث الضاري الله يرحمها كنا يعني نجلس عنده ونتحدث عن الموضوع عن أوضاع العراق والله بلهجته رحمه الله يقول لي يبه مصيبتنا كبيرة ويمدت كبيرة يعني يمدها بتعبير مفهوم لدى المستمع فإحنا مصيبتنا بالعراق كبيرة جدا يعني حقيقة هذا الموضوع والوقاع على الأرض يعني لا تسمحنا أن نتحدث بـ نعم حسن النية مطلوب لا شك لكن مثلا الأستاذ الله يحفظه أستاذ حيدر يتحدث عن السياسيين اللي ممكن أن تتأمل منهم أين هم السياسيون؟ هم ممكن تحدثنا بالمداولة هناك ساسة لكن ليسوا رجال دولة عشرين سنة هم ساسة وليسوا رجال دولة بالله عليك هل تعتقد أن هذا الأمر غير ممنهج؟ هل تعتقد أن هذا الأمر ما متعمد؟ هل تعتقد أنه يراد للعراق أن يكون ساحة للحرية أو ساحة للديمقراطية كما يتنطعون بها؟ لا طبعا فإحنا هنا المشكلة يعني قانون حماية الصحفيين هو جاء للتضييق على الصحفيين وتبقى العلة وتبقى الأسل الأساس هو في مسألة ماذا؟ وين شرع هذا القانون؟ يبقى العلة في التطبيق من الذي يطبق؟ هل هناك رجال دولة يعتمد عليهم يؤخذ منهم حتى يتم تطبيق هذه القوانين؟ الموضوع ليس في التطبيق وإنما في التفسير يا سلام عليك هاي تفضل والعبارات الفضفاضة والعبارات المطاطة وقل ما تشاء عنها لماذا هذه العبارات؟ ليش الأمور ما تكون واضحة؟ شنو المانع؟ لأنه يراد ذلك ظل الضبابية موجودة الظل الأمور تايها الظل الشغلة تلكيفون الأمور كل من على كل حالة بحالتها باللي يخدمهم كل حالة بالضبط يعني من نصير نصوص صارمة وواضحة ما يقدرون يكيفون هذا الشيء فإذا هذا الأمور مقصود ولا لا؟ ليس عبثا عشرين سنة صار لنا ماكو ولا قانون تقرأ تفتهم من نفذ نص الحقيقة هذا يعني هي هاي الحقائق من تجمعها طبعا تدمي القلب لا شك أنا أريد العراق حر وموحد وسعيد وازدهار وسلام لكن هل أنا أبو مصيبة وعندي مصائب كبرى تترا هي شيء يعني والله ما نعطيتنا مجال وأقول أنا أريد سلاما وأريد ازدهارا وأريد تطورا نعم الإيجابية موجودة لكن ينبغي أن نكون واقعيين ينبغي أن يكون الأمر على أرض الواقع شنو الموجود هسا اليوم من واحد فقيه تريد تستفتي فيقول لك يا بحكي للحالة بالضبط بتفاصيلها حتى أنا أحطي كل فتوى فيها نعم زيان إحنا هسا لو نستفتي ب مو حقيقة ما يزري في العراق ولا يمكن أن نجمع حقيقة ما يزري في العراق لا في هذه الندوة عفوا ولا في ندوات غيرها كثيرة الدين والشرع واضح لكن مثل ما تفضلت حضرتك بنية هذا النظام السياسي لم تكن واضح وتركت هكذا الحبل على الغارب حتى نقع نحن في هذه المطبات اللي احنا واقعين بها منذ عشرين عام هل هذا الترك مقصود أم غير مقصود؟ نعم نفق مبدأ الفوضى الخلاق يا سلام فإذا ينبغي إذا مو يجب لكن خلينا نقول دبلوماسيين ينبغي أن نتعامل مع الوضع العراقي على أن ما يجري ممنهج متعمد مقصود يراد له ذلك من يأتي بالديمقراطية في وضع الوقاء الديمقراطية الكاذبة بالضبط نعم فإحنا هنا نسمع يا ريت من أستاذ أديب تجربته أنا فهمت أنه حقيقة قصة ذات شجون وهذه طبعا نموذج لصحفي عراقي لكن من هم نتحدث هنا عن الصحفيين المستقلين الذين هم فعلا أمناء على الحقيقة اللي هم يحملون رسالة يردون يوصلوها للناس طبعا أنا يعني عذرا عن إطالة لكن هو الموضوع حقيقة يعني يعني متفاعلي حقيقة هذا الموضوع شكرا مرة أخرى والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية توجه بالشكر إلى الإخوة في قصر حقوق الإنسان في الهيئة وفي مقدمتهم الدكتوري مالعاني على هذه الندوة وعلى هذه المواكبة الدائمة لشجون وقضايا العراق في الجانب الإنساني ولا سيما هذه الندوة التي تأتي في ظل ذكرى أسبوع الصحافة أو يوم الصحافة الدولي ونحن معنيون بشكل كبير بهذا الموضوع لأنه منذ الاحتلال وحتى الساعة ننشط في هذا المجال من خلال وسائل كثيرة ومتعددة وإن كنا لسنا كما قال الأخ حيدر العلي لسنا من أهل العلام والصحافة ولكن هذه الواقع والنازل التي حلت بالبلد جعلت كل من يستطيع يقدم جهدنا بيبذل أمرا ما يقدمه وهذا هو شأنه نخب الأمة وعلماء الأمة ومثقف الأمة هم كانوا من المبادرين في قضايا الأمة إلى سلوك كل طريق ومن هذه الطرق طريق الإعلام الإعلام الآن واسع جدا وميدانه رحب وبعد انتشار الإعلام للكتراني يعني تسور على صوره كل من أراد أن يدخل بهذه الصور أو من هنا التسعت أو التسعة كما يقولون الخطب فالشكر لهم على هذه المشاركة ولا سيما لخوائين أديب العاني وحيدر العلي على ما قدم وبين من وجهة نظر صحفية المشاكل الحاصلة في هذا الميدان المهم والمؤثر ولأهمية هذا الميدان في بيان واقع الحال في العراق والدفاع عن قضايا ينبغي لنا أن نقف عند عدة نقاط وهذه النقاط ذكرها الإخوة إجمالا ورعاة منهم لوقت الندوة ولكن ينبغي الإلماح إليها والسماع منهم الآن أو مستقبلا هناك ظاهرة خطيرة جدا ذكر جانبا منها الأخ حيدر وهي موضوع علاقة السياسي أو ما يسمى بالسياسي في العراق الآن بوسائل الإعلام وكلنا يعلم أن كل سياسي أو كل تيار أو كل إطار أو كل حزيب أو كل جبهة لها الآن مجموعة وطيف واسع مما يسمى بوكالات الأنباء مجازا على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا حق لكل جهة سياسية أن تكون لها وسائل الإعلام ولكن بالطريقة المنضبطة التي تراعي قواعد وقوانين ومثل وقيم الصحافة أما أن تكون مجرد منصات لاستطلاع الآراء ولتشتيت الجهود والاستخدامها ضد الآخرين أو للتجسسهم إلى ذلك ومنها الدعاوة وقد عشنا بعض هذه الدعاوة للأسف هنا في الأردن وغيرها حوارات على مجموعات تتطور لتصبح قضايا في المحاكم ولا تنتهي غالبا إلا من خلال حتى من خلال المحاكم لا تنتهي ونشغل بها وتأخذ من أوقاتنا الشيء الكثير فهؤلاء السياسيون الآن هم أنفسهم يعتدون على قواعد وأخلاق هذه المهنة النبيلة من خلال هذا الغثاء الكبير جدا من ما يسمى مجازا وسائل الإعلام وهذه نقطة مهمة لأن هذا السلاح ذو حدين عندما يقتل الصحفي الحقيقي عندما يجن الصحفي الحقيقي عندما يضيع حق الصحفي الحقيقي لا تجد له ناصرة وعندما يشار إشارة ما إلى سياسي أو كاتب في مجال الإعلام مما يتبعه تقام الدنيا ولا تقاتل فهذه نقطة مهمة ينبغي أيضا لأن كثير منهم خارج العراق لا ينتبهون ولا يعون هذا الكم الكبير لأن هذه الوسائل في الغالب وسائل محلية الأمر الثاني هو في دور الإعلاميين في الدفاع عن قضايا يعني الآن نحن عقدنا ندو وقمنا بالواجب الذي علينا من خلال قسم حقوق الإنسان وستقوم وسائل إعلام الهيئة من خلال قسم الإعلام والثقافة بتناول هذا الموضوع أو تناول الجانب منهم قبل ذلك بأيام تزامنا مع الذكرى ولكن إلى الآن لا يوجد من يتحدث عن هذا الموضوع بصوت عالي إلا قلة من العاملين في مجال الإعلام من أمثال الأخ أديب والأخ عيدر العديد ولذلك عندما تراجع لأن وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية لا تجد من يكتب عن هذا الموضوع ويدافع عن حرية الصحف العراقي إلا نخبة قليلة جدا من الإعلامين الحقيقيين من الإعلامين القدامة من الإعلامين الذين مارسوا هذه المهنة وصعوبات وعانوا وتهجر قسم كبير منهم خارج بلادهم بسبب عملهم ودعمهم لمسيرة الإعلام الحقيقي في زمن الاحتلال وعليه يعني أقترح أنه يفكر في كيفية تفعيل هذه الجزئية من خلال أهل الإعلام كانت من شاء رابطة حتى لو كانت رابطة الإلكترونية حتى لو كانت يعني رابطة معنوية ليس له وجود حسي للتخصص في هذه الجزئية والدفاع عن حقوق المحامين ولعلها تكون مستقبلا يعني طريقا إلى كيان أو إطار أو مؤسسة حقيقية يمكن أن يعتمد عليها الصحفي في العراق ويمكن أن تستقى منها حقائق الواقع العراقي في الخارج بعيدا عن هذا الغث غير السمين كما قلنا لوكالات ووسائل الإعلام شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه يعبر عن الحقيقة ولكن هذا دائما نشوفه يكتم ويكمن أنا شخصيا كمثال سيبي سريع كنت أعمل سابقا في تلفزيون العراق في أخبار تلفزيون العراق وعملت بعد الاحتلال في عدة مكاتب قناة الجزيرة وقناة السومرية والرشيد عملت في كثير من الكاتب تعرضت العديد من كان عندنا حتى بكتب إعلامي طبعا في وقتها اعتقلونا الأمريكان وانخطافة عام 2006 وتعرضت المحاولة اختيالي في عام 2016 وهذا ما دفعنا حسب ما تفضل الشيء إنهم نترك ونهاجر حرية الإعلام في العراق مكبوتة أنا أحب أقول أنه حاليا الإعلام هو ليس سلطة رابعة وأنه سلطة أولى لأنه حاليا العالم كلنا يعتمد على الإعلام يعني نحن نجلس في هذه الغرفة بدون أي وسائل الاتصال لا نعلم ماذا يحصل لكن وجود وسائل الإعلام وبناء على سبيل يعني وفق هذا الموضوع أحنا نبني آراءنا وتطلعاتنا وما نريد فيما أقول أنه كاد المعلم أن يكون رسوله الإعلامي أيضا كاد أن يكون رسوله إنه ناقل للمعلومة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقل التعليمات من المصدر التشريع إلى الناس والصحفي كذلك من المصدر إلى الناس فلماذا أنه هذا الغبن في حق الصحفي الصحفي هو جزء مهم في المجتمع الإعلام حاليا يعتبر الإعلام سلطة رابعة ليس سلطة رابعة هو حاليا سلطة أولى لأن كل المقربات وكل الأشياء تبنى على الإعلام أبسط الأشياء أنه حاليا أنه في كل إنسان في موبايل الجبل ويطلع الموبايل ويشوف ينتقل حول هذه المواضيع ويطلع فحق التعبير حق التعبير وقول الرأي هو أبسط حق من حقوق الإنسان وإذا كتمت هذا الحق فأنت معناها تحجر على حقه وحريته أحب أن أعقب على نقطتين أيضا من حديث الدكتور الشيخ الذي تحدث شيخنا عن الموضوع أنه لماذا لا يتصدى الإعلاميون إلى هذا الموضوع ويتابعوه عن تجربة شخصية في إحدى القنوات الفضائية كنت أقدم برنامج هذه القناة لما شفت أنا جبت الجماهير حولي قضايا الجماهيرية والشعب والخدمات فوجئت اصطدمت بتوجيه أنه كفى هذا الموضوع أخذ مواضيع سياسية يابا أنا برنامج خدمي مو سياسي لا أخذ على فلان أخذ على فلان أخذ على فلان واستمرت المضايقات حتى غادرنا هذا المكان فلا توجد رغبة حقيقية من القائمين على بعض الفضائيات بتناول هاي المواضيع الهادفة فقط يريدون على رأي الدكتور قاسم حسين صالح العالم النفس المعروف صارت السياسة عندهم حديث الصباح والمساء قال فلان وحجة فلان وهنا جم أربع خمس برامج مسيطرات على الساحة معروفين يقدموها وكل شيء ما تفتهم من عندها بس هذا تعارقوا يهذا وهذا تعارقوا يهذا هاي نقطة النقطة الثانية اللي أحب أعقب عليها أيضا اللي هو إرهاب أو سيف سياسة المؤسسة كنا عانينا من هذا الموضوع اللي اشتغلنا بالصحافة والأعلام يعني انت تريد مثلا تنزل لك مقال أو شيء منطقي على نقطة معينة جيك يقول لك لا والله ما تتلعموا يا سياستنا غيرها تحورها تبدلها فعلينا أولا برأي حتى نفعل اللي قال شيخنا الدكتور علينا أن نجد ممولين كبار من كبار الشخصيات النظيفة والنزيهة أو الشخصيات التجارية خلينا نعمل على استقلال الإعلام والصحافة لا نترك الإعلام لجهات معينة قاعدة مجرد تعبر أجنداتها باسم الإعلام هذه النقطة إذا قدرنا نوصل لها أعتقد راح كل الصحفيين والإعلاميين يكونوا قادرين على تقديم صحافة وإعلام حقيقية وليست مسيسة أو موجهة أو ممنهجة هذا اللي أحب أقوله وأختم بمثال بسيط أيضا في مؤسسة أخرى طلب مني إعداد تقرير تسقيطي لشخصية سياسية وما أردأ أقول الكلام اللي قال لولي دخله بالتقرير فوقفت عاجز بصراحة جاءني مدير القناة بالنص قال لي التموصح في إعلامي ما تعرف تكتب قالوا والله ما عرف أكتب صال لي هذا المجال 11 سنة والله ما عرف أكتب حتى كتبه هو وتخيلوا ماذا خرج بحصيله شكرا جزيلا في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لضيفين الكريمين الأستاذ أديب العاني والأستاذ حيدر العلي على ما تفضلا به من معلومات قيمة في مجال الصحافة والإعلام ولكم الحضور الكرام والمشاهدين طيبين جزيل الشكر والإمتنان على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى في مناسبة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة